موسيقى هل تعلم ما هي فواد النعناع المغلي يعتبر النعناع أحد أهم الأعشابة الطبية العلاجية وأكثرها شيوعا في البلاد العربية فهو زور أحاطر نفذ وطعم منعش ورائع لأنه يحتوي على الزيوت الطيارة ويمكن إضافته إلى الصلاطات طازجا أو مجففا ويشرب دافئا مع الشاي لإضافة نكهة لذيذة عليه أو بشكل منفصل ويفضل عدم غلي أوراق النعناع مع الماء بل سكب الماء المغلي على الأوراق ونقعها فيه لمدة عشر دقائق ثم شربه والاستمتاع بفوائده الصحية الكثيرة وعشبة النعناع تزرع في المناطق المعتدلة لذا فهي متواجدة بكثرة في دول آسيا ومناطق من دول أوروبا وهي عشبة معروفة منذ أقدم العصور وكانت تستخدم لعلاج الكثير من الأمراض ولعشبة النعناع أنواع كثيرة كالنعناع البري والإسترالي والهش والمائي والأسيوي أهم فوائد النعناع المغلي يفيد في علاج داء النقرص تجديد خلايا الدم الحمراء وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم لذا فهو مفيد لعلاج مرض فقر الدم تهدئة الأعصاب والتخلص من مشاعر التوتر والعصبية الزائدة والعصبية الزائدة كما أنه يساعد على الاسترخاء وتحمل الضغوطات النفسية تنشيط الجهاز البولي فهو مدير طبيعي للبول ومطاهر من البكتيريا ومنشط للكلة ومسكن للمغص الكلوي الناتج عن وجود الحصوات في الكلة والمثانة تسكين الصدوع العدي والشقيقة ولكن لابد من إضافة السكر إليه لإعطاء نتيجة أفضل علاج الالتهابات بشتى نوعها كالتهاب المفاصل الرومة الزمية الحد من حكة الجسم المزعجة التي تسببها الحساسية للنناع فوائد تعود على صحة الجهاز الهضمي فهو مليل للأمعاء ومكافح للإمساك وطارد للديدان المعوية لاحتوائها على الزبيوت فعالة في قتل الديدان والطفيليات والبكتيريا وهو كذلك يخلص الأطفال من الإسهال ويطرد الغازات والنفخة من البطن للكبار والأطفال كذلك فهو مسكن لمغص البطن ويزيل رائحة الفم الكريه ويمنع البواسير ويعالجها ويخفف من الشعور بالغثيان خاصة في الصباح البكر ويمنع القيء كما يعالج حموضة المعدة بشرط شربه دون سكر علاج مشاكل الجهاز التنفسي حيث يزيل البلغ من الحلق والصدر ويحسن التنفس ويعالج السعال المذمن ومرضى الرب والتحسسي الذين غالبا ما يعانون من ضيق التنفس علاج مشاكل الفس يسكن آلام الأسنان الناتجة عن تسوس الأسنان أو التهاب أعصابها الداخلية أو الناتجة عن التهابات اللثة مدير للحيض المحتبس ويخفف تقلصات المرافقة للحيض إذالة البقعة الداكنة من البشرة وتحسين مظهرها وتفتيح لونها بشكل طبيعي تنشيط عمل المخ والدماغ وتحسين آداء عضلة القلب والدورة الدموية مفيد في حالات الذكام والإنفلونزة فهو يعالج التهاب الحلق والحنجرة إذا استخدم كغرغرة إذا استفدت من هذه المعلومات يسعدنا اشتراكك في القناة ولا تنسى الاشتراك في القناة الاحتياطية